هناك فرصة موضوعية لأن يكون في تقدم في عملية المفاوضات ربما تصل إلى اتفاق حول وقف اطلاق النار ولكن مؤقت طبعا ثم صفقة تبادل هذه الفرصة أصبحت سانحة الآن أكثر من السابق ولكن مع نتنياهو يجب دائما الحذر الحذر من أن الأجندة الخاصة لنتنياهو تتطلب إعاقة الجهود بما يضمن له استمرارية في موقفه وفي نهجه الذي يريد من خلاله أن يصل إلى ما يسمه بالانتصار المطلق هو الأمر تضيق عليه يعني في واقع الأمر نعم هو صاحب القرار الرئيسي في إسرائيل وكل من حوله مجرد ديكورات حتى الآن خلال ثمانية أشهر التي مضت هو صاحب القرار المطلق في إسرائيل ولكن أيضا الأمر تضيق عليه هناك هو في جانب ومعظم القيادات السياسية والعسكرية الفعالة في إسرائيل في جانب آخر إضافة إلى أن المرضع الرئيسي للدولة العبرية وهي أمريكا يتقف أيضا في جانب مختلف لذلك أنا أرى أن هناك فرصة ولكن يجب أن تظل هذه الفرصة محاطة بحذر شديد من نتنياهو ترجمة نانسي قنقر